أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين من القطاعات المتطورة التي أثبتت حضورها ومكانتها لتعزز من موقع البحرين في هذا المجال الحيوي وتجسد نهج المملكة في توفير الأسس التنظيمية ومواكبة المستجدات بما يضاعف من مردود هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم بقصر الضيبية الدكتور يوسف الإبراهيم رئيس مجلس الإدارة وعضاء الإدارة العليا للبنك حيث أشاد سموه ببنك انبستكورب باعتباره من المؤسسات المالية العريقة العاملة في مملكة البحرين وأثنى سموه على الكوادر العاملة في البنك وما تحققه من سمعة متميزة على صعيد هذا القطاع من جانبه أعرب الدكتور يوسف الإبراهيم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه مشيدا بالأنظمة المتبعة في مملكة البحرين والتي ساعدت البنك على تعزيز تواجده في المملكة وتنوع أعماله وأدواته الاستثمارية في البحرين والمنطقة ترجمة نانسي قنقر